Good morning students, we are completing our grammar lesson Questions, past simple, class book page 111 Yesterday we talked about yes or no questions Today we are talking about WH questions We call them WH questions because the words begin with WH نسمعيهم WH questions إنو كل كلمة فيهم بتبلش بWH من هنة هدول الكلمات اللي احنا عم نحكا عنهم كلمات السؤال اللي بيرزمونا للسؤال لما منسأل عن الشيء منستخدم what وين للزمان وير للمكان إذن ماذا شيء وين أين وقت وير أين مكان نشوف أهم شيء بالسؤال ترتيب الكلمات نشوف شو الترتيب أول كلمة هلأ صار عنا what تاني كلمة did إذن what did احفظهم بعدين وراها على طول did what did subject you بعدين الverb best form إنت هتملي بأول كلمتين what did you eat yesterday نسأل بwhat عن الشيء ماذا أكلت البارحة ما نسف طب بwhere where did you go last week لاحظ عنا دل كلمة الwh أول كلمة بعدين did subject verb where did you go where did they go last week إذن منسأل بwhere عن المكان نشوف الجواب فيه مكان to the museum إذن ميوزيون مكان طب نشوف السؤال الأخير when did you wake up when WH question أول السؤال بعدين did when did when did you wake up إذن when منسأل عن time الزمان نشوف الجواب at nine o'clock إذن كل سؤال له جواب محدد بالنسبة له ودائما كلمة السؤال بالأول what where did what where when بعدين did وبعدين subject بقيت السؤال إذن نهتم بالترتيب أهم شي والجواب مثل ما أنتوا شايفين أوقات بيكون thing أوقات بيكون time أوقات بيكون place ترجمة نانسي قنقر